عشان نقدر نوصل لشباب زي اللي احنا شايفينهم في المنتخب الأولمبي ونمازج مشرفة زي محمد صلاح مثلاً كده يشرف مصر برة وناس كتير لما تعرف انك مصري يقولك محمد صلاح فزي ما بيقول بيكلم عن الحضارة المصرية بيربط مصر بالأذر الشريف بمفكرين بأدباء بأسماء كبيرة بزعماء كمان بيربطها برياضين زي محمد صلاح فاحنا محتاجين زي محمد صلاح مية وانتين يكونوا موجودين في مصر وده مش كتير علينا لان بلد فيها ما شاء الله قوة بشرية مليونية فتستوعد اكيد ان يكون فيها قدر كبير جداً من المهارات بس اللي يدوروا بس اللي يلاقي عشان كده الشركة المتحدة والدور المخترم اللي بتقوم بي وللموسم التاني على التوالي والسنة التانية على التوالي بتطلق برنامج اكتشاف المواهب كابتانو مصر اللي يبدأ ان شاء الله الاسبوع ده وفيه تجهزات كبيرة جداً على كل محافظات مصر ومتقسمين المحافظات من بحري لإبلي لشمال لجنوب متقسمين بتواريخ بمواعيد بأماكن عشان الولاد يقدروا يروحوا طبعاً يعني نتكلم من 14 سنة لو مواليد 2009 بشهدت الميلاد يجي معاه وما يكونش مشترك في اي نادي ولا بيدفع الله بيض ولا سود الاختبارات مجانية مفيش اي مقابل مادي مفيش اي رسوم حتى الاستمارات مفيش اي حاجة خالص زي ما حارككم الشافين الموعيدة هي محافظة سوهاج 12-13 يوليو يعني بعد 3 تيام ان شاء الله وال4 تيام هيكون في سوهاج ده هيبقى في مركز شباب مدينة سوهاج أسوان 15-16 يوليو في جامعة أسوان المينيا 19-20 يوليو النياد الرياضي بالمينيا برسعيد ده هياخد بقى محافظات سويس واسماعيلية وضمياط وشمال وجنوب سيناء وبرسعيد فبرسعيد اختبرتها 24-25 يوليو في المدينة الرياضية في برسعيد البحيرة 30-31 يوليو في ضمنهور ده هياخد اسكندرية ومطروحه البحيرة المنوفية الشهر الجاي بقى 5-6 أغسطس نادي الجمهورية في شبين ده لمحافظات الدلتا برضو محافظات الدلتا برضو هيكون فيه في الغربية 19 أغسطس في نادي بلدية المحلة للموهوبين محافظة القاهرة من 13-14 أغسطس في مركز شباب الجزيرة ده عشان نقدر يكون عندنا رصيد دايما من اللاعبين الموهوبين يكونوا للمنتخب الأولمبي قبلوا المنتخب الشباب للمنتخب الأول يطلع منهم كذا محمد صلاح إن شاء الله فاسمحولي أرحب بواحد من المسؤولين عن هذا المشروع العملاق والكبير كابتن دكتور محمود سعد المدير الفني المشروع كابتن مصر كابتن محمود مساء الخير وسعداء بوجود حضرتك معنا مساء خير أستاذ عمر أنا اللي سعيد للتواجد معاكم أنت حد مشرف وحد محترم وأي حد بيتشرف إن يكون معاك شرف ليه أول حاجة طبعا إحنا بنبارك يعني بيبارك لمنتخبنا الأولمبي والتحدي المصر لكرة القدم على وصلنا للأولمبيات وإن شاء الله معاهم جهاز محترم ولعيبة محترمة إن شاء الله بإذن الله نوصل ونعمل نتائج زي ما حضرتك قلت وأحسن من الدورة الأولمبية اللي فاتت إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا أتمنى ده إن شاء الله ولكن ده خدنا لإهتمام الناس بكابتنه والناس شايفة إن لما يكون فيه إدارة كويسة اختبارات مضمونة وسيلة للولاد إن هم يختبروا فيها بشكل محترم وحيادي ففيه إقبال كبير وأكيد حضرتك لامس ده أكتر مننا وبتشوف ده على السوشال ميديا وفي الأسئلة اللي بتجيلكم فأرجو تطمن الناس الموسم التاني إن شاء الله اللي هيبدأ بعد أيام مجهزين له إيه إحنا الأول قبل ما نتكلم عن الموسم التاني حضرتك لازم الناس تعرف إحنا عملنا إيه إحنا الحمد لله الموسم اللي فات إحنا اللي هم سجلوا على موقع وزارة الشباب الرياضي والرياضة أكتر من خمسين ألف لاعب اللي تم اختبارهم فعليا 11 ألف وثلتمية وسبعين لاعب عملنا الاختبارات دي في سبع محافظات الحمد لله كانت على مستوى عالي جدا بدأنا باسماعيلية ثم الدأهلية ثم أسيوت ثم اسكندرية ثم الغربية ثم القاهرة ثم الشرقية التصفيات دي أسفرت عن تصفية اللاعبين 11 ألف وثلتمية وسبعين إلى ربعمية وعشر لاعب جبناهم في مركز شباب الجزيرة تم تصفيتهم إلى 168 لاعب بعد كده عملنا التصفية الأخيرة اللي هي كانت في نادي النادي في العاصمة الإدارية والصفة اللاعبة دولة إلى 144 لاعب بحيث أن احنا عندنا 8 فرق أسمناهم على 8 فرق باسم عظماء بكرة القدم كل فرق بتضم 18 لاعب في مراكز اللعب المختلفة بعد كده يعني أصلا أساسا أساسا البرنامج دو برنامج كابيتانو كان برنامج ما كانش مشروع إحنا اللجنة العمية درسته برأسة الدكتور كمال درويس طبعا ومحمود سعن درسنا إن إحنا ممكن نحول البرنامج اللي هو برنامج كابيتانو إلى مشروع كابيتانو مشروع قومي كبير كويس وعملنا عملنا سبع مراكز تدريب في المحافظات اللي إحنا عملنا فيها الاختبارات دي وإن شاء الله في شهر أغسطس في كشفين من أوروبا جايين يتفرجوا على مراكز التدريب اللي إحنا عملناها ويشوفوا أفضل اللعيبة إحنا عندنا لعيبة متميزين في سبع مراكز التدريب اللي إحنا عملناهم وعلى فكرة سبق عشان أنت تكلمت يعني وصلت حاجة للناس إن إحنا ما يكون عنده قاعدة كبيرة وبعدين إحنا ده إحنا بنشبهه بحياة كريمة مشروع حياة كريمة إن إحنا بنروح للناس البسطة اللي ما عامش الاستمارة عشان يجبوها كل حاجة ميسرة مجانا بدون أي مقابل مد مجانا تماما ولا وسط ولا خلاف ولا يعرف حده جوه في النادي ولا ما يعرفش حد ما فيش الكلام ده هو موهبة الولد هي الفيصل إطلاقا إطلاقا ده كلام مهم جدا إطلاقا ومراكز التدريب دي فيها في مراكز التدريب اللي إحنا عملنا حضرتك دي يا صاح عام فيها أجهزة فنية لعبوا على منتخبات مصر وعلى أعلى مستوى طبعا شوفنا ده في موسم الأول وكل فترة بيبقى فيه وحدة قياسات فيه قياسات بناء على القياسات بتطلع علينا نتائج بناء على نتائج بيتم نوضع برامج تدريب وكل مرء ممكن كل فترة بيبقى إزاي الكابيتانو الثنين الموسم الثاني هيبقى إن شاء الله هتضيفه فيه إضافات ما كانتش في الموسم الأول مثلا يعني بتوعدوا الناس بإيه سواء من التجهيزات وتحضيرات لغاية الاختبارات يعني هقول لحضرتك على حاجة النهاردة كان عندنا تمرين في مركز تدريب كابيتانو القايرة في عين الصيرة كان فيه بنعمل تجربة بنعمل حاجة جديدة بقياسات جديدة للسرعة والرشاقة والعناصر واللياقة البدنية حوالي أربع عناصر بنعملهم النهاردة جبنا أجهزة جديدة جدا هنفاجئ الناس بيها وحضرتك هتتفاجئ بيها على أعلى مستوى إن شاء الله هتبقى موجودة معنا عملنا المدربين اللي هم في المحافظات اللي احنا هنبدأ 12 و13 إن شاء الله في سواءك ثم بعد كده في 15 و16 في أسوان وبعدين المينيا 19 و20 في كل المحافظات دي اخترنا خبراء مش مدربين بس خبراء 24 مدرب وخبير موجودين معنا من كلهم حافظة بفريق عمل على مستوى عالي جدا على أساس إن احنا نقدر ننتقي أفضل لعيبة متميزين في المرحلة السنية دي إن شاء الله أنا بشكرك والله دكتور محمود وكل القائمين على مشروع كابتانو مصر شيء مبشر بالخير وشيء إن شاء الله يكون ليه مردود إيجابي مش بس على أولادنا يعني اللي بحبين الكرة والصغيرين الموليد 2009 ولكن كمان إن شاء الله لصالح الكرة المصرية ككل شكرا جزيلا كابتانو محمود سعد المدير الفني المشروع كابتانو مصر شكرا لحضرتك